العرقسوس ولا نحط له كوربوناتو ولا اي حاجة هو من عند ربنا سكر رباني خمير رباني هنعمله ازاي؟ سهل وبسيط خالص انا بعمله على طريقة زمان اللي لسه بعملها بيه لحد دلوقتي ودي احسن طريقة ما بتخليش فيه ولا قشة ولا طرابة ولا جنسة حاجة بنجيب العرقسوس والنديه ننديه كده بالمية هوريكو ازاي انا بتمنى ان اول واحدة قالت فوزير الستة امال فهمي كانت مزاح كويسة قوي كانت في الازاعة اتمنى تروحوا تزوروها هي في المستشفى وربنا يديها الصحة وطولة العمر هنيجي النادي كده مش هنقوب بكب ده احنا هنندي اهو والنادي كده لحد لما يشرب خالص وما يبقاش فيه مية كتير ننديه ونفضل نقلبه كده ونندي اهو اهو شرب كل المية وعلى ابوه ما فيهوش اي مية هو بصوا كده احنا يعتبر نديناه هنسيبه بقى يخمر يعني نسيبه مثلا ايمة ساعة ساعتين على زي ما تحبه هيبقى شكله ده بصوا الفرق ده لما بقاله ساعة او ساعتين كل لما يخمر ما قاله بقى ايه ما هو قاله خمير يعرقسوس كل لما يخمر يبقى حلو هنمسكوا بقى على كف ايدنا كده بصوا هشرب كل المية هوم تند على كف اليد كده هو صح هيغير لون ايدكو لكن معلش على كف اليد وتفرقوا كده اهو تفرقوا كله كده كله كده يتفرق كأنكو بتفرقوا كسكوسي كده ده على الطريقة بقى اللي تاخدوا شوية عرقسوس ما نهمش حل اهو كده يتفرق فرق كأنكو بتفرقوا كسكوسي بالزبط يتفرق كله في قلب بعض وبعد كده هنشوف هعمل ايه اخسر ايدي بس وارجعلكو فيه بقى شاشة يا اما تصفوه بمصفة سلك من بتاعة العصير ديقة قوي بس برضو الشاشة احسن الشاشة احسن هنجيب شاشة كده زي اللي بنعمل فيها الكسكوسي انا مخليها واحدة للكسكوسي وواحدة للعرقسوس وواحدة للجبنة شاشة بيضة كده شاشة بيضة كده وهنروح جايين كده هو وكبين فيها ده العرقسوسه هو ونربطه زمان كنا بنعلقه في الحنفية ونحط تحتيه حاجة والمية بتاعة تنقية الحنفية اتنقق جواه وبعد كده اتنقق العرقسوس زي الفنتر كده شوفتوا الفنتر تكمه رحلة كنا بنعمله كده وشوفتوا في الحنفية وشوفتوا في الحنفية